حوالي 1500 سنة وما زال المسلمين عم بيعانوا من ورطة كتير كبيرة هي هل محمد رسول نبي ايه او لا ما زالوا مضطرين انه يثبتوا انه نبي 1400 سنة بيدعوا انه قارب عددهم المليار واكثر وما زالوا مضطرين لاقناع البشرية انه نبيهم هو رسول ونبي ليه لانه اعتادة البشرية خاصة الاديان السماوية على انه كل نبي بيجي بالعهد القديم لازم ترافق معجزات ضروري ليتسبق هالنبي انه نبي مرسل من الرب الاله انه يرافق معجزات فكتار سألوا ما هي معجزات محمد رسول الاسلام خلينا نسمع هذا الشيخ شورد على احد القنوات المصرية وصلني فيديوهات وما قدرت خليهم صراحة لبعد رمضان ما بعف انه الجن عندهم عظيمين اصلا الجن بالمناسبة بالمسيحية هن الشياطين ولكن عندهم محمد حتى اعظم من الجن وما اعطى الله عز وجل بنص كلام الامام الشافعي ما اعطى الله نبيا شيئا الا واعطى محمدا ما هو خير منه حلو حلو الكلام فعند الاسلام بيقولوا انه ما اعطى الله حدا اي نبي امر الا لازم يكون اعطى محمد اعظم منه لحتى الناس تسدوه يعني اذا كان موسى شق البحر لازم يكون محمد عمل اعظم اذا كان اي قديس او حدا يقيم الموتى يشفي المرضى لازم محمد يعمل اعظم خلنا نشوف شو عمل طبعا ما رح وقفهم اليوم على عيسى ويسوع لانه اللي حكي كله على بعضه يعني انا لا اعلم كيف هالامر بيمرق بدون ما الناس فعلا تضحك من قلبه خليني رجع الكون ياها كان لعيسى احياء الموتى قال كان لمحمد حنين الجزء احياء الخشبة اعجب احياء الخشبة اعجب يعني يؤمنوا انه محمد وقف عم يخطب بالناس فالخشبة المقعد اللي تحته ان بطريقة من الطرق يعني زأزق شوية متل ما كتير ممكن نقعد على كراسي تزأزق ممكن نقعد عطخط يطالع صوت ممكن نطالع اصوات كتير فاعتبروا انه هو احياء الخشبة الميتة لحتى طلعت صوت انه هاي اعظم من احياء انسان ميت انحياء خشبة ميتة على الحال جارنا الحداد كل يوم بيحييله 200 قطعة حديد يعني انا ما عم بفهم ابدا هل يعقل انه في ناس بهالعصر يؤمنوا بهالامر يؤمنوا بهالكلام انا ما عم بفهم ماذا الامر قالوا كان لموسى فلق البحر قال كان لمحمد فلق القبر قال موسى شق البحر نصين قالوا اي ومحمد شق الأمر طب وين الاسبات على شق الأمر وين الاسبات العلمي نحنا اليوم بالعلم قبل كانوا اجدادكم بالسيف يفوتوا عن ناس اسلم تسلم اوكي الناس مضطرة خلاص ما فيه او يقتل يا حرم او بدوا ياسلم وجيل بعد جيل انتسى الامر وصاروا الاحفاد يطلعوا مسلمين ويدافعوا هنا انو لا نحنا اخترنا الدين اللي قتلوا من اجلوا اجدادنا ويمروا ويمشوا السير شق القمر شق القمر اليوم نحنا بعصر ما بقى يمرق شي بدون اثباتات وادلة علمية ومنطقية شق اي قمر بعدين الناس اللي بيعهد محمد ما محمد ما كان من آدم لحتى نقول مين مثلا دون مين الحضارات اللي كانت موجودة للدون ما انا مذكورة الحضارة اللي كانت موجودة بالاسم طيب ما هو محمد كان فيه السومريين والاشوريين والسوريان والكلدان وحضارات كتيرة وشق الامر نصتين هذا بيعني لازم العالم كله يكون شاف هالمعجزة العظيمة الجلل الرهيبة مين شافها مين دونها وين تدونت غير عند المسلمين مين دون شق القمر ولا حدا طيب شو هالمعجزة اللي ما حدا شافها الا محمد وشو هالصوت الانين الخشبة اللي ما حدا سمعه ايضا الا محمد طيب وين المعجزة للناس يعني معروف الانبياء كانوا يشفوا مرضى يقيموا موتى الى اخره من الامور طبعا ما عم بحكي عن الرب يسوع المسيح هو رب الحياة ورب الشفاء ولا يقارن حتى بس عم بحكي انا حتى عن الانبياء إليا أليشة موسى الى اخره من الانبياء قاموا بمعجزات امام الاف الاف الناس الناس كلها سجدت وقالت لك الاله يعبد ما بعرف وكان لموسى نبع الماء من الحجر قال كان لمحمد نبع الماء من بين اصابعك كمان هي نبع الماء من بين اصابعك وين مسكورة وين مكتوبة أنا طلعوا قدامي كتار وين مين حكى عنا من حضرات ما في مين كان شاهد علي طيب الصحابة قبلانين لو انهم هن صحابته وجمعته ولكن رضيانين ولا حدا خادم عنده يعني الخادم لليوم إذا بيروح على المحكمة المحكمة بترفض شهادته بتقوله انت بشغلك بيعطيك مساري ولكن خلنا نكمل قالوا كان لسليمان تسخير الرياح قال كان لمحمد الرحلتين الإسرائي والمعرض لحظوا انه كل المعجزات ما في شاهد علي هو خلص محمد شو قال هو كان ونقال عنه الغريب بالموضوع على في ناس عم تقولوا مثلا انه ممكن ما جي لنفرد مانا مسلمة فما بدا تشوف ولا معجزة لمحمد خلنا نشوف مع بعضنا في حدا تاني يدعي انه شيخ طبعا هو مو شيخ هو صاحب محتوى على يوتيوب وفيسبوك فيسبوك الرجل يعني هو بيعيش من الاعلانات فتطلع ما جي بيعمل عنه اربع حلقات ما لقى حدا مسيحي يعمل عنه حلقات بيعمل عن مشايخهم حلقات فخلنا نشوف مع بعض شو حكى عن هذا الامر اسموه على اغلاب عمر هل رسول الله احيى الموتة كما قال الشيخ لا سيدنا النبي لم يحيى الموتة وهذا لا يعد انتقاصا في رسول الله فلا يوجد لا حديث ولا رواية ولا اثر يذكر ان رسول الله احيى ميتا قد مات فقام هذا الميت من بعد موته حيا كما فعل الله لموسى عليه السلام وكما حدث لكثير من انبياء الله هل رسول طبعا موسى ما اقام موته ولكن هذول مشايخ التيك توك واليوتيوب يعني بيجي بيقى لك كما قال الشيخ هو طالع يرد على الشيخ الاول بالمناسبة يعني ان الاقتر عن الانين ببعض الشيخ الاسلام اننا لمفك بيناتون شوي مو حلوة بهذا العصر والدنيا رمضان يعني يظلوا عم يخلقوا ببعض قدام العالم 1400 سنة على شق القمر لم يشق القمر اقام موتة لم يقيم موتة الشجرة بتنحسب ما بتنحسب ان العيب يعني ضحكتوا عليكم العالم فجبتوا لهذا هذا بيقلولوا يا حرام مولانا المسلمين هو لا مولا ولا شي ولا يعني انا اصلا كلمة مولانا كيف بيطلقوها على غير الرب الاله انا ما بفهم صراحة اللي بيقولوا انهم موحدين هذا الاشراك الرسمي يعني كل احوال ما لنا علاقة هذا ابو جهل بعدمة لسانه بيقول انه هاي لا تحسب بمعجزات ومحمد لم يقم بمعجزات ولا ينقص من قدره اذا ما قام بمعجزات يعني ما بعرف كيف نبي كيف نبي ما بيقوم ولا بمعجزة طب انا كيف بدي يصدق طب اذا واحد عايش بحياته اليوم نحنا عم تدعو العالم للإسلام واعتبرونا انتو عم تدعونا انا كتير فاتوا دعوني طب انا شخص وهو على قيد الحياة لم يستطع شفاء احد انا كيف بدي يصلي بشفاعته اوثق انه بعد موته ممكن يشفيني او يطلب لإلي شفاء لم يقم ميت كيف بدي يقوسق بس قوم انه يتشفعلي بقيامي هو نفسه لم يقم من بين الاموات طيب بالمنطق كيف بدي اتبع انسان ما عمل ولا معجزة هذا اليوم هو حرام 1400 سنة عم يحاولوا يرقعوا ويدافعوا ويحاولوا يطالعوا بمعجزة ويطلع غيرهم يقول لا لا تغالوا في حب الرسول لا ما عمل معجزات نحنا قبلانينه مثل ما هو بصريحة العبارة طبعا هون في عنا ايضا هذا موقع اسلامي اذا بتقروا معي اذا ما انا مقلوب مقلوب الكلام فيه هلا بحط لكم ضمن البحث هذا الموقع بيقول الرسول الامين لم يشق القمر كما افترأ ائمة الكفر على الله الكذب في احاديثهم الباطلة تعالوا نرى السبب الرئيسي لانشقاق طبعا هوا ما في انشقاق للقمر هي الاستو وما هنالك علميا هن فيه اخديد قمرية هي الاخديد هي عبارة عن شكوك وتصدعات وما الى على حق ما في شي اسمه شق القمر اصلا يعني ولاحظوا انه هن نفسهم بتلاقي مواقعا عم تضرب ببعضها مشايخهم على الآن ببعضها يعني اليوم مثلا بتلاقي الرسول بولوس رسول المسيح طبعا المسيح ولا ممكن حتى اعداؤه بيشهدوله وبينحنوا امامه ولكن مثلا الرسول بولوس اللي هو رسول المسيح ما بتلاقي اتنين يختلفوا هل اقام ميت او لا هل عمل معجزة او لا هل شفى مرضى او لا ظلوا كان يمر بظلوا ويشفي كان ياخدوا تياب عنه ظل بطرس وتياب بولوس ياخدوا عنه رداءه ويشفي مرضى المنديل طبعا اذا نسي منديل ببيت ياخدوا ويدوروا فيه ويشفي مرضى هلأ كان الرب يعظم رسول المسيح طب ما كان بالأولى رسوله هاي وحدة خلنا نشوف شو رقع هذا السارع المحتوى التيك توك سيدنا النبي محمد لم يحيي الموتى وزي ما قلت هذا ليس انتقاصا للنبي لماذا لأن كل نبي اخواني كان يبعثه الله تبارك وتعالى ويؤيده بالمعجزات التي تناسب قومه فمثل النبي الله موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون مصر كان فرعون مصر يتعاطى السحر وكان تقريبا المصريين جميعا يعرفون في السحر ويتعاطونه ما حدا غيره بيتعاطى هذا الرجل قال المصريين وفرعون بيتعاطوا السحر فإجا موسى سحر طبعا معيب جدا حدا يسيء لنبي من أنبياء الرب الإله الحقيقيين ويقول عنه أنه كان يأتي بسحر لأنه موسى النبي عمل أمام فرعون ضربات عظيمة يعني الأسطة مو العصى والحية لا أبدا مثل ما فهموكم يها في عشر ضربات غير موضوع تحويل العصى لحية وابتلاع حياة الحكماء والسحرة اللي كانوا موجودين بالقصر فرعون ليعرفوا أنه ما في حدا ينجيك من إيد الرب الإله في ضربات الجراث وتحويل الماء لدم وشق البحر ووصولا لقتل الأبكار لحتى يطلعون فرعون بيد قديرة ففي عندك عشر معجزات يعني عمل أنت أجيت على قصة حية وكذا بدك تعملوا ساحر لرجل بس تركوا حدا ما تسيقوا لأله تركوا نبي من أنبياء الرب الإله لا تسيقوا لأله هذا كل طلبنا يعني بكثرة فبالتالي لما أرسل الله موسى عليه السلام أرسله بما يناسب فرعون وقومه يعني باللي بيفهام فيه ففرعون وقومه والملأ الذين حوله يعرفون في السحر فجاءهم موسى عليه السلام بما يشبه السحر لكنه ليس سحر وإنما هو معجزات من عند الله فموسى عليه السلام لما دخل على فرعون ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فالعايزة أقوله إنه مش معنى إنه مثلا عيسى عليه السلام أحيى الموتى لبني إسرائيل أو أن عيسى عليه السلام فعل معجزة يستلزم ذلك أن يأتي رسول الله بما يشبهها من المعجزات طبعا بيبقى المعجزات اللي عمل الرب يسوع المسيح أمر يعني قض مضجعون ما عندهم جواب أي حدا مسلم صغير طفل صغير يقول له طيب بابا ليه ما منتبع عيسى إذا ما كتوب عيسى بالقرآن عمل معجزات ليه بدأتبع أنا محمد ما عمل معجزات فبيجي هذا النوع من المشايخ في مشايخ بيقول لك هو أعظم من جبريل أعظم من الشياطين أعظم من الإنس وجن وبيغال يعني هنه وفق أقوال أن هالشيوخ هاي عم يجيب كلام من عنده بالقرآن ومسكور عنه شي بيجيك الشيخ الضد وما يسمي نفسه شيخ ليه يقول لك لا ما عمل شي ونحن بنقبله ما ضروري يجيب معجزة مثل عيسى بيقول له عيسى طبعا هنا عن المسيح طب كيف الشيخ الأول قال مكتوب بالقرآن أنه ولا نبي أعطاه الله أمر إلا أعطى محمد أعلى منه طب هون عم يقول لا مو ضروري يعطي أعلى منه ما ضروري يقدر يعمل معجزاته ثبته على حل ثبته على أمر لأنه فعلا هذا الدين لو لحد الرد لم يبقى فيه أحد لم يبقى أحد أبدا غير مقنع لطفل صغير الكلام اللي عم تقوله خلينا نتابع مع بعض بالنسبة كمان لموسى رد يده بيضاء وصفراء هذا الكلام يا جماعة بالتوراة غير موجود وغير مسكور فيه تأليف على كتاب المقدس كتاب الرب الإله بطريقة يعني بيخلوا الناس تنفر من جميع الأديان خلينا نروح مع بعض للتالج كل نبي يا إخواني الله سبحانه وتعالى يؤيده من المعجزات بما برع فيه قومه ولذلك كانت معجزة سيدنا رسول الله في البيان في القرآن الكريم كل نبي يا إخواني قال كل نبي بيأيده الله بما برع قومه يعني على أساس على دور المسيح كانوا يقوموا موتا يعني كان هيك يتفت المسيح لا إفلا كمية قومتلك اليوم ثلاثة أربعة قوملك خمسة شو المنطق هذا اللي متحك جدا متحك جدا شو اللي ببرع فيه قومه اللي شربنا جاي باعت أنبياء يستعرضوا ليه كل الأنبياء إليه وقليشة وغيرها أقاموا موتا وشفوا مرضى شو ليه شو تخبوا الشمس بأصبعتكم فيه أمور تميز فيه الرب يسوع المسيح وحده باقي الأنبياء أقاموا بعد ما صلوا أقاموا موتا المسيح هو الوحيد اللي كان يقيم الموتا ويشفي المرضى بدون أن يصلي بكلمة من فمه بس رغم هيك خلينا نركز على الموضوع الأهم شو هي المعجزة اللي إجابة الإسلام هذا الدين اللي عم يطالبوا البشرية تعتنقوا شو الجديد اللي أتى فيه يعني أنت طالع تعترف بعضمة لسانك أنه لا يوجد أي معجزة جابة محمد إلا الكلام الكلام شعر بيان وخطابة وفصاحة وشعر طب هذا مو دين هذا ممكن يكون ديوان شعر ممكن يكون مكتبة روح علي أنت عم ترغبني بدين عم تقول لي هذا بديوصل على السماء ليش ليبعت الله كلام مجرد كلام فقط ولليوم الإسلام يعني بيقلك نحنا ما عنا إلا الكلام كأنك أنت هيك عم تقول عن حالك نحنا كأسلام ما عنا إلا الكلام طب أنا إذا مرضة شو بتعالج إذا عيلتي حدا فيي يحتاج لمين بصلي بشو بس هي كلام يعني ما رح أتوقع أي أفعال أي معجزات هاي الأسئلة أنتوا مضطرين اليوم تجاوبوا عنا أتباعكن عم يجوني الآلاف الآلاف من المسلمين محتاجين لشفاء ولعلاج ولإله يستمع ويستجيب ما بقى فيك تضل تقول لهم عنا البيان عنا الفصاحة أنا شو بدي تعمي ابني بالفصاحة يعني بصلي لإله الفصاحة والخطابة شو بدي بدنا نحنا كبشر نحنا بشر مع التارين مساكين مخنا هل أدو أنا بدي أرفع راسي وقل له أنا موجوع أنا جوعان أنا بردان ألاقي عندي معجزة أمامي بحياتي في مين يشبعني ويطعمني ويكسيني ويشفيني هذا العبد اللي بده يعمل ربه تقول لي بصاحة وخطابة أنتو نفسكن عم تسيقوا لا بقى تحكوا بالموضوع خلس قول هذا الدين اللي بيطلع منه فيه له حد ردة وغصبا عنك بدك تبقى فيه مو بكيفك أنت ولادك وعائلتك وخلس لبقى ترقحوا بالترقية عم يطلع المنظر أردق نصيحة مني غيري ما بينصحكم هاي النصيحة هاي بترككم هيك عم تعلقوا ببعض قدام العالم لكن نصيحة اللي بقى ترقعوا الأمر أيضا المهم لما بدك تقول أنه نبيك أعظم من باقي الأنبياء وغيرها ما بيصير يكون مات مسموم كمان هذا أمر جدا مهم جدا مهم هو العمر اللي مات فيه هذا النبي لأنه أعمار الأنبياء كلهم بالعهد القديم ماتوا شيوخ شبعانين أيام كلهم دون استثناء شيوخ شبعانين أيام المسيح ما ننبي وضع آخر هو الرب وإجا ليصلب وليقوم من بين الأموات فهذا وضع آخر بس ما مات مسموم هيك حدا غشه ومعرف يتنبأ إنه شو ما تطلب الأكل فيه مشكلة كمان كبيرة كبيرة لازم تلاقوا لحل بهاي النقطة الأمر اللي بيهمني من الموضوع لبقى تجيبوا اسم المسيح بكلامكم خلص خليك بدينك خليك بدينك احكي يعني شو ما بتطلعوا بتحكوا عن محمد أنا ولا ممكن اتدخل بالموضوع لأنه أنت ونبيك مثل ما البيع البوزيين وغيرة من العبدة الأديان والآلهة الأخرى كل حدا مضطر يلمع صورة نبيه أو الرمز ما لنا علاقة فيكن بتجيب سيرة المسيح بدك تاكل كم كف على العلانة بدك تسمح لي فيها لأنه حتى المقارنة بين محمد والمسيح ممنوعة ليه بتظلم محمد ما فيك لأنه الأمور اللي قام فيها المسيح يعجز أصلا بشر على القيام فيها فالتشبيه غلط حتى إذا جيت لتقارن بين محمد وبترس وبولوس بتظلموا كمان بترس وبولوس برجع بقلكن بظلن كانوا يشفوا بتيابن كانوا يشفوا برداءن بكلمة منهم باسم الرب ياسوع المسيح قم وامشي يقوم يمشي المشلول باسم الرب ياسوع المسيح أنا ما عندي مساري أعطيك ولكن قم على قدمك يقوم المولود كمان ما بيقدر يمشي ففي أمور عضائم وعجائب الناس ردخت وقالتلون أنت الرب أنت ياسوع المسيح هو الرب فقم فيك تجي تقول لي اليوم أنا ما عندي ولا معجزة أقدم لك ياها ولكن لازم تجي لهذا الدين لازم تقتنعي أنه الخاتم لازم تقتنعي أنه نبي فيك تقنع أتباعك لأنه خلص انه ضمن هذا الدين وبيعرفوا بحد الردة انهم بيموتوا وبدوا نعانوا كتير ويضطهدوا كتير وشعب ما بيحترم إذا وحدة عندكم تشلح الحجاب تفضحوا ما بتعرفوا تحترموا اختيارات الآخرين فمعترين مساكين بيعرف أنه على الأرض عايش مزلول معتر ولا رجاء له بجنة وبآخرة لأنه نبيه قبله مات ولم يقم انت نطروا عليه ثلاث تيام ليقوم من الموت محمد ولم يقم كما قام المسيح فالتشبيه شلوه من لسانكم يعني لحتى ورقة التوت ما تهر عن العورة تبعكم وبطلو خناي خاصة برمضان كرمالكم انتو كمان مرة تانية تتخانقوا بتتتالحوا بتتتالحوا عن المسيح لا تجيبوا اسموا لأنه أقدس بكتير بكتير من أنه قوبت علاقات على اليوتيوب وعالفيسبوك ومعرفانين أصلاً هني نبيهم عمل معجزة أو لا خليك بنبيك أول شي فهموا بعدين لتفهم المسيح إذا نبيكم ما نكون فهمانينو إذا عمل معجزة أو لا الداعش أو لا مات بالقبر تفسخ أو لا شق القمر أو لا فحلوا مشاكلكم بعدين توجهوا لحتى تهدوا الناس على أساس للدين بس تلاقولوا هيك أم و أب وفكر واضح لألو تبقوا بخير اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة